السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله موضوعنا لهذه الليلة نتحدث عن قضية كذبة ابريل نتحدث عن هذه الظاهرة التي تنتشر كل ما حل فاتح ابريل ومن خلالها نثير النقاش حول حدود الكذب والصدق ننطلق من قول مرشد البشرية ومعلم الانسانية سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي تحدث عن الصدق وعن الكذب فماذا قال؟ قال ان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذاب والعيد بالله هذا هو الاطار العام الذي نضع فيه حياتنا انه الاطار الاسلامي الرباني الذي علمنا مرشد البشرية ومعلم الانسانية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فكيف نتعامل مع اليوم العالمي للكذب في فاتح ابريل هذه مناسبة من المناسبات التي وضعها بعض الناس منذ زمان قيل منذ اهد الرومان او الفراعنة او كل يعيدها الى ثقافة من الثقافات اما عند الهنود او عند الصين او عند الاوروبيين لا يهمنا يهمنا انها صارت ممارسة فعلية عند الكثير من الاوساط الاجتماعية يسمونها كذبة ابريل او مزحة ابريل او خدعة ابريل والكثير من الناس على اختلاف تقافتهم واختلاف تقاليدهم واختلاف مشاربهم الفكرية والاجتماعية يتفقون على في ان هذا اليوم يقومون باختلاق افتراءات وكذبات تكون بيضاء هناك تمييز من الكذب الابيض والكذب الاسود الكذب الاسود الغاية منه هو الادرار بالخلق لكن الكذب الابيض هو فقط للمزحة هو فقط لالابتسامة ويكون معترفا به عند بعض الاوساط عادة فاتح ابريل يأتي بعد ان نودع شهر مارس اللي هو شهر الربيع شهر الورود والازهار والاخدرار وكأننا نودع الربيع ونستقبل اول يوم من ايام هذا الشهر نيسان ابريل ونبدأ في الكذب واطلاق الاشاعات واطلاق الافتراءات الذي يقع في الفرية يسمى السمكة معروف عند مجموعة من الثقافة العالمية يسمى السمكة الذي يقع في حبال والشراك هذه الخدعة ولكن احيانا قد تكون الخدعة مضحكة وفيها نوع من المستملحات لكن احيان اخرى قد تكون مزعجة وقد تؤدي الى فاجعة او الى حزن عميق مثلا بعض الناس يقوم بفرية بكذب يقول بان فلان والدك مات تتلقى منه رسالة فلان والدك مات او امك او زوجتك او احد ابنائك وقع له مكروه تكسر كان يلعب وكسرت رباعيته او كسر قدمه وفي الاخر يقول لك لا غير كذبة ابريل لكن هذه قد تصيب الانسان بصدمة ممكن ان بعض الزملاء في العمل يتصلون بصديقهم ويقولون له ابشر عندك ترقية ترقية كبيرة وحصلت على على زيادة في الاجر يفرح ويسعد ثم حينما يأتي الى العمل يجد بان الاوضاع لا زالت كما هي فقد يضحك ويبتسم وقد يصاب بصدمة منهم من ربما يخبر بوقوع حريق في بيته او يخبر ب اي حدث من الحوادث المفزعة والمخيفة كسيارته سرقت قد يصاب بالفزع ويصاب بالخوف ومنهم من يسعد مثلا ببعض الاشياء زوج تلقى رسالة من زوجته وتخفت في صورة معجبة باتت له برسائل وقالت انا معجبة وارد التعرف عليك وسني كذا وعمري كذا وشكلي كذا فالرجل صدق وحينما ذهب يتواعد تواعد معها في المعاد اذا به يجد الزوجة فقط هي التي قامت له بمثل هذا الاسلوب فبعض هذه الاساليب قد تجلب الضحك ولكن البعض الاخر قد يصيب الانسان بشيء من الفزع عموما الكذب منهم من قسمه الى ابيض واسود الابيض ما كان فيه ضحك وابتسامة وتمرير للاشياء والاسود هو الذي كان فيه اضرار بالاخرين وانتزاع الحقوق تعالوا بنا نتحدث عن هذا الخلق الكذب في ديننا الاسلامي الذي هو دين الله الكامل وربنا عز وجل يقول في كتابه العزيز ما فرطنا في الكتاب من شيء الكذب في شريعتنا الاسلامية امر مذموم بل هو امر محرم وهو من المبقات والاسلام يعتبره بواب من ابواب الشر الحق سبحانه وتعالى حذر منه فقال انما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكذبون الذي يفتر الكذب ويختلق الكلام المزوق هذا يعتبره القرآن الكريم من الذين لا يؤمنون بآيات الله الدال على وجوده لان الله تعالى سميع ورقيب وبصير وبصير وشهيد فالمؤمن إذا استشعر بأن الله تعالى معه في كل وقت وحين لا يستطيع أن يكذب ولا يستطيع أن يغير ولا أن يبدل نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم خوفنا من الكذب وأشار بأنه صفة من صفات المنافقين والمنافقون هم في الدرك الأسفل من النار ماذا قال النبي الكريم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتوا من خان هذه هي صفات المنافق والعياد بالله ثلاث صفات أساسية أولها إذا حدث كذب دائما يبدل ويغير الحقائق من أجل هذا كانت الصفة البارزة في رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما استفاه المولى سبحانه وخصه بالرسالة أعطاه صفة الصدق والأمنة وكان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يلقب بالصادق الأمين لا يمكن أن يكذب ولا يمكن يمكن إلا أن يكون أمينا حتى إن أحد اليهود وهو عبد الله بن سلام من كبار أحبار بني إسرائيل حينما سمع بالدعوة الإسلامية وأراد أن يستطلع حقيقة هذا النبي وهذا الدين وهذا الذي يزعم أنه قرآن فلما نظر أول نظرة نظرها إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول تبينت وجهه فعرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب أول صفة من الصفات هذا اليهودي الذي كان حبر من كبار أحبار من إسرائيل حينما نظر إلى النبي الكريم وجد في وجهه نور يستع إشراق منير فتبين بأن هذا الوجه لا يمكن أن يكون وجه كذاب لأن الكذاب له وجه خاص معلوم فيه غبش وسلب الله منه النور وسلب منه الله الهبة أما وجه الصادق الأمين فيكون في وجهه هداية وجلال وبركة ونور من عند الله هرقل لهو كان ملك الروم لما كان في حوار مع أبي سفيان وكان يتهم سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أول الدعوة بأنه مفتر وبأنه اختلق دين وجاء بنظام عقدي وتشريعي فسأله هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فقال لا فقال هرقل فما كان ليدعى الكذب على الناس ويدهب فيكذب عن الله هرقل رغم أنه ليس بعربي وليس بمؤمن ولكن كان يحترم منطق العقل كان يحترم التوابط الفكرية هذا الرجل قبل أن يدعي النبوة هل كان يكذب هل جربتم عليهم الكذب قال أبدا فقال ما يمكن على الناس لا يكذب ثم يتجرأ على الله لهذا لو لا قدر الله أو لا سمح الله جرب على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كذب واحد فقط في حياته لما صدقه أحد ولكن النبي الكريم مما امتاز به أنه كان صادق صدقا تاما كاملا هذا من صفات الأنبياء وينبغي للعلماء والدعاة والخطباء وعموم المؤمنين والمؤمنات أن يقتدوا بهذه الصفة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم الكذب أيها الأحبة الكرام كله بشع وكله شر ولكن له مراتب أشنع الكذب وهو الكذب على الله تعالى هناك بعض الناس يكذبون على الله وحينما إما يعتقدون بأن الله غير موجود أو يتدخلون في سلطة الله ويحاول أن يأخذوا مقامهم عند الله أنهم يشرعون بإسم الله كذبا وبهتانا يرد عليهم المولى عز وجل فيقول ولا تصفوا لما ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون هناك بعض الناس يتدخل في هذه الدائرة الدائرة الخاصة بالعناية الإلهية والرعاية الربانية أن الله تعالى وحده لا شريك له له الملك وله التصرف التام ففي هذه الدائرة يتدخل بعض الخلق ويحاول أن يغير ويبدل وكأنه يقتنص صفة الألوهية ربنا عز وجل اعتبر هذا من الافتراء على الحق عز وجل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ثم هناك الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الناس يأتون بأحديث وينسبونها إلى النبي الكريم والنبي الكريم ماذا قال من تبوأ من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار يا ما مرت في التاريخ الناس يتصارعون فيصنعون حديثا منمقا ويأتون بسلسلة صحيحة مشبكة بالذهب في الأسانيد ويقومون بتزويق هذا الكلام وينسبونه إلى النبي الكريم وهو بريء منه فماذا قال صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار أخطر أنواع الكذب الكذب على الله تعالى والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك نوع آخر من الكذب الخطير وهو الكذب في البيع والشراء إنسان يبيع ويشتري إذا امتد الكذب في هذا المجال فسدت الحياة الاقتصادية كما أنه إذا تم الكذب عن الله وعن رسول الله فسدت الحياة العقادية والأخلاقية والروحية للأمة كذلك إذا دخل الكذب في البيع والشراء فسدت الحياة الاقتصادية بين الناس وأصبح بعضهم يشك في بعض لا تقتل بعض في بعض الآخر لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال من غشنا فليس منا الذي يغش في العقود يكتب عقود بيع وشراء مكذوبة أو يكذب في الأتمنة أو في البضائع ويزور ويغير ويبدل كل هذا محرم تحريما شديدا ثم قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم حينما قال هذا الكلام الصحابة أمسكوا برؤوسهم قالوا يا ويحتا يا ويحتا من يكون هؤلاء هؤلاء التلاثة الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم من فقال النبي الكريم الأول المسبل والتاني المنان والتالت المصرف بضاعته باليمين الكاذب الشاهد عندنا المصرف بضاعته باليمين الكاذب يشرب ضع ويقسم بالأيمن المغلض والله اشتريتها بكذا وكذا والله فعلت بها كذا وكذا وهو يكذب وتمنه الحقيقي غير ذلك هذا من أشنع الكذب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبين بورك لهما في بيعهما وإن كتم وكذبا محقت بركة بيعهما كي يصور وكذبا العيب ويختلقها فأن يعقد بين الشعرتين ولن يفعل يعني أن الله تعالى يكلفه بهذا المهم المتعب من عداب يوم الدين أنه بحلاء شعرتين ملتصقتين يقول ثم هناك من أخطر الكذب أيضا الكذب عند القضاء لما تكون عند القاضي ويسألك هذا السؤال وعندك الخبر الصادق لكن تغير الخصمان عادة كل منهم يريد أن يشوه سمعة خصمه ويحشر مجموعة من الاتهامات الباطلة لو استطاع أنه يتخلص منه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ماذا قال قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله فقال الإشراك بالله وععوق الوالدين وذكر مجموعة من الكبائر ثم كان جالسا كان في الأول متكع فجلس وقال ألا وقول الزور ألا وشهدت الزور ألا وشهدت الزور هذا الكذب عند القضاء تغير وتبدل وتقول زورا وتشهد بالزور لكي تلحق الأدى بخصمك اعتبره النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من أشد الكبائر ثم هناك الكذب أيضا على الصبيان في مداعبة الصبيان فبعض الأطفال الصغار والديهم كي تحقوا معهم وكي لعبوا معهم ولكن يكذبون عليهم سأعطيك كذا سأشتري لك كذا سأخرج وأفسحك في كذا وكذا ولكن مجرد كذب في الحديث يروي عبد الله بن عامر قال دعتني أمي يوما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت لي يا غلام تعالى أعطيك فلما تقدم إليها أعطته تمر فأسأله النبي الكريم لو 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 أنك لم تعطيه هذه التمر لا كتبت عليك كذبة فنصيحة للولدين أنهم لا يكذبون على أبنائهم وبنتهم سأعطيك كذا سأذهب بك يوم العطلة للفسحة سأشتري لك كذا والصغير يصدق فإذا لم يقم الأب والأم بتحقيق هذا الكلام كتبت عليه كذبة والعياد بالله كذلك هناك الكذب في المزح المزح هو نوع من الضحك ونوع من الفسحة لا بأس النبي الكريم كان يمازح مرة جاءت عنده امرأة مسمنة فقالت له يا رسول الله هل سأدخل الجنة فضحك النبي الكريم وقال ليس في الجنة عجائز يا عجوز هرم قال ليس في الجنة عجائز فالمرأة جلست حزينة تبكي فضحك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وقال يا امرأة إن ربنا عز وجل يقول إن أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أطرابا لأصحاب اليمين يعني الجنة ما فيها عجائز جميع النساء شابات العمر دي النساء في الجنة 18 سنة على عمر السيدة مريم العذراء حينما وضعت السيد المسيح هكذا في السنة النبوية الصحيحة عمر النساء محدود في 18 سنة ومع عمر الزمن يزددن شبابا وكل صباح تصبح الفتاة بكرا إن أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أطرابا لأصحاب اليمين فضحكت العجوز المرأة العجوز فهذا ليس كذب وإنما هذا مزح كان النبي الكريم يمزح فيقول إني لأمزح لكني لا أقول إلا حقا متى يكون المزح محرما حينما يقترن بالكذب إنسان أراد أن يضحك جلساءه فيفتري كذب ويختلق غير الحقيقة ثم يضحك بها جلساءه فهذا منهي عنه والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المرأة وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مزحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه فالذي يترك الكذب ولو كان مزحا أفضل لا تكذب ولو كنت مزحا اتركه ما هو جزاؤك لك بيت في وسط الجنة العقبة الكذب خطيرة جدا لأن الإسان الذي إذا اعتاد أنه يكذب ويكذب ويكذب صار كذابا والعياد بالله أول مظاهر سوء الكذب هي أنه يورد في القلب النفاق فالذي يكذب ويكذب قلبه يبدأ يشعر وكأنه منافق كما قال الله تعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون الذي يكذب ثم يكذب يصير في قلبه خلق من أخلاق المنافقين والعياد بالله المؤمن لابد أن يحفظ قلبه يبقى طاهر مطهر ثم إن الذي يكذب ويكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار لأن الإنسان إذا صار يكذب ويكذب انتهى إلى الفجور والفجور هو كل عمل فيه انتهاك للحرمات وإساء بالأخلاق وإذا اعتدل ذلك صار والعياد بالله إلى النار ولا يزال العبد يتحرر الكذب حتى يكتب عند الله كذب كذلك من مساوئه هذا الكذب أنه يرزق صاحبه سواد الوجه لأن الذي يصدق يعطي الله بهاء ويعطي الله جلال ويعطي الله هبع أما الذي يكذب ولو يتجمل ولا يكون وسيم في شكله لكن الله تعالى يسلب منه نور الإمام والهداية والمغابة فيصير في وجهه إهانة ومقتا كل من نظر إليه احتقره ومقته لأنه سلب الله منه نور الإيمان لكن هناك كذب جائز متى يكون الكذب جائز؟ الكذب يكون جائز فقط في حالات ثلاث أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أعده كذبا ثلاث الحرب خدعة والإصلاح بين المتخاصمين وكذب الزوج على زوجته ليرضيها الحرب خدعة ففي الحروب لا يمكن الإنسان أن يكون صادق يقول لعدوه هذه خطتي سأتيك عن اليمين وأنت احضر من خطتي أو سأتيك برا وليس جوا سأتيك ظهرا وليس عصرا لا يمكن الحرب خدعة ففي الحرب هناك مناورات هناك إخفاء للحقائق فلابد أن يكون فيها كذب وهو أمر مباح والكذب الثاني هو الكذب للإصلاح بين المتخاصمين جوجة الناس مخاصمين فأردت أن تصلح بينهما ولم تجد داعي إلا أنك تغير بعض الحقائق لإرضائهما تقول لفلان بأن السيد فلان لم يقصد بكلامه كذا وكذا وإن كان قد قصد وأنه أراد حقيقة أنه يعطيك ولا أنه لم يقدر وقعت تختلق سيناريو لإرضاء الطرفين من أجل الإصلاح أنك تصلح بين الطرفين كما قال النبي الكريم ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا تكذب عليهم بشي بقصد حسن أنه يجمع الشامل ديالهم هما فيهم الغضب فيهم التفرقة بغني قلبه الميدة أنت تجيك تحاول تخفف ما نزل وتحاول ما أمكن ترضي النفوس وتهيئ القلوب ولو تزيد كلام من عندك هذا النبي الكريم قال لك لا أعده كذبا ثم كذب الزوج على زوجته ليرضيها ليرضيها كان الزوجة لما ترضاش بأي كلام أو الزوج الذي لا يرضى بأي كلام فكيقول كلام للإرضاء مثلا الزوج ذهب عند أمه وأعطاها مالا فإذا علمت الزوجة بأن أعطى لأمه أو لأخته مالا الزوجة تقيم الدنيا ولا تقعدها كتقول إحنا خاصنا كذا وخاصنا كذا وانتا كتقوم بتضيع أموالك على الآخرين فالأفضل أنك غير وحاول أن ترضيها زوج مثلا أنت تقول لو زوجته هذا عيد زواجنا بماذا تشعر عيد زواجنا رغم أنه يشعر بالقرف ولكن على الأقل يقول إنني أسعد مخلوق على وجه الأرض وإنني سعيد وإن قل لها كلاما تطيب بها خاطرها لوجه الله سبحانه وتعالى لك فيه الأجر والتواب وهكذا ذوالك والمرأة أيضا عندها زوج شديد ومساوئه كثيرا نظرا لأنه قضرها وأبو أولادها إذا سألها عن أي أمر تقوله كلاما جميل حتى يبقى اللقاء بين الزوج والزوجة مستمرا لأن كيان الأسرة كيان مقدس ولا بد أن يبقى مستمر ومن هنا فإن الكذب في الفاتح أبريل هذا من سمع هذا الكلام فإنه أكيد أنه سوف يتجنب الانخراط في كذبة أبريل هذه الكذبة التي إذا قام بها ولا تدخل في هذا السياق سيكون آتما والعياد بالله نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم أجمعين وأن يرزقنا وإياكم حسن الخلق ويجعل قلوبنا صادقة والسنتنا طاهرة وكل عام ونحن إلى الله أقرب السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة